ننتقل الآن إلى مرأسلنا سيف الدين العامري ينضم إلينا من تونس سيف أهلا بك معنا خطاب الرئيس التونسي قيس السعيد وصفه البعض بالتاريخي هل بدأت تظهر أي ردود أفعال؟ نعم داليا هي متوقعة ردود الأفعال طبعا س... يعني لن تكون ضد هذه هي الكلمة لأنها ترسم ملامح تقريبا مطالبات وسياسات ودوافع احتجاج عديد القطاعات في تونس سيلة عشر سنوات خاصة اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين هذا الرباعي الأساسي في تونس في المنظمات الوطنية وأيضا عدد من الأحزاب رئيس الجمهورية ركز في كلمته على الرد السياسي على بعض الأطراف لم يسميها حقيقة ولكن نعلمها جميعا النهضة أساسا وقياداتها ومن تحالف معها أو يتحالف معها وأيضا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي الذي يقول الرئيس أنه حرض ضد تونس والمس من سيادتها رئيس الجمهورية طبعا كلمته داليا تلت كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي ركزت على محاور كبرى في الحقيقة وهي إخراج تونس من أزماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأيضا رسم ملامح عامة لممارسة هذه الحكومة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد تعيين وزيرة للعدل بتلك الصفات كانت قادية منذ أواخر ثمانينات القرى الماضي إلى حدود هذه اللحظة تولت حقائب وزارية خاصة حقيبة أملاك الدولة في عهد حكومة المشيشي طبعا وزيرة العدل هي مفتاح لأن الرئيس تكلم عن النيابة العمومية وأصلاح القضاء وبالتالي تركيز الأنظار الآن على وزيرة المالية الجديدة ووزيرة العدل الجديدة داليا نعم شكرا لكم ورسولنا سيف الدين العامري كان معنا من تونس